ما زال النازحون يعانون من السكن في الهياكل التي تفتقر لأبسط مقاومات العيش الكريم اليوم بلغ الساكنون في هيكل جامع المربعة بإخلائه مدة أقصها عشرة أيام مما دعا النازحون بإطلاق نداء استغاثة إلى محافظ صلاح الدين والحكومة الاتحادية نحن نطلع موعدة بالجامع عشر تيام نشيل عشر عوائل وين تروح؟ من نسوان وأطفال وطلاب مدرس وجانة الشتاء وين نروح بهذه الحالة وين نروح؟ النازحة المحافظة يعني شوف لنا حال بهاي الحال احنا بعد عشرة يوم إذا جاء طالعنا بغرضنا برحنا وين نروح؟ غير نريد حل هذا المكان؟ ريت بديل؟ بيوتنا تفجرت لاحد عوضنا ولاحد باوا علينا ولاحد قال لنا احنا نريد شيء مجازي لنا يعني احنا بناتنا وين نروح يذبون بشارع؟ تقبل غيرتهم؟ تقبل ضميرهم؟ يذبون بشارع احنا؟ هاي العشر النسوان كلها نسوان وين تروح النسوان؟ والرجال على الطالب الطالب لا شغل ولا عمل ولا راتب ولا كل شيء خليجوني يشوفوني حال احنا شون؟ احنا نريد حال منعدهم؟ احنا بالنسبة لنا من اطلع؟ هاي العشر تيام انا مرح اطلع؟ لاحد ما تيجي يجي محافظة يجي احد يشوف النحال يا الله؟ وين نروح ناخذ بناتنا من بشارع وين قد بشارع؟ ابا الجامعي يريد شيء لنا وحايرين بروحنا وين نروح عندي ست بنواتاني وما عندي غير هاليوليد واحد والله هم تمرض من الشغال ها خوة ما نقعد بالبناء والبنات بشارع ريد يطلعنا وماعدنا والله هم فلس ماعدنا لا فلس والله ورجلي فدنا بواقع ما بي شغل وما عندي غير هاليوليد الشفتة والله ظهر هذاك اليوم هم مبارك وظل جعد اسبوع ما اشتغل النازحون بيانوا ان مساكنهم هدمت واراضهم لم تؤمن من مخلفات الحرب ورفضوا تبليغ الاخلاء ما لم يؤمن لهم مكان بديل فغالبيتهم من النساء والاطفال وكبار السن وغدوا لا يملكون من متاع الدنيا سوى ثيابهم ايه بس ما عندي ما عندي الشبر بالعراق الشبر واحد معدن نتظر ان تلتفت علينا الحكومة العراقية المحافظ ايجيها ايجيها حكومة الريثة تلتفت علينا تلطينا تعويض تلطينا في الشي حتى نقدر نعيش قدرة شرائية ما عدنا مالسكن ما عدنا يعني ده الناشد عبر القنوات عبر قناتكم وعبر القنوات الاخرى فالريد رد يعني على الشوكت احنا نبقى على هالحال يعني اطفالنا بالمدارس احنا اللي قاعدين هنا بجامعة المربعة احنا كلنا بيوتنا واجعة وطلعنا عماري بطرق ادي شاديش حفايا عرايا قال له ما عدنا كل شن الله مقلجة جينا وسكننا بهذا الجامع يعني صير يذبونا بالعراء تقبلوها انتو والخيرين الطيبين والمنظمات هالمنظمات الجاعة تجينا جاعة نخاطبها ونناشدها ما جاعة نسوينا فالشي ما جاعة نسوينا فالشي فالحال انه تخرجنا احنا هسا عرضنا ما تنسكن ما تنسكن نهائيا ما تنسكن وبعد متابعة قناة سامراء لوضعهم وايصالها لرئيس المجلس المحلي لقضاء سامراء الذي بدوره اوعز بعدم تنفيذ الاخلاء وبقاءهم في هيكل الجامع حتى توفير سكن بديل لهم حقيقة موضوع النازحين هناك اماكن مخصصة وخاصة الهياكل المدرسية وقسم من الجوامع التي قيد الانشاء هياكل ايضا فكان هناك توجيه من قبل المجلس المحلي بان يبقون هؤلاء النازحين لحين عودتهم الى اماكنهم او تكون اماكن بديلة في حالة توفرها مع المدارس اللي موجودة او المخيمات النازحين اللي موجودة اما هناك مشكلة في منطقة المربعة في احد الجوامع اللي هو لم يكتمل هناك نية لكماله من قبل احد المقاولين اعتقد او بتنسكن من قبل احد المقاولين ايضا توجيه من الوقف او عزنة لان هؤلاء اللي موجودين الساكنين فيه غالبيتهم نساء واطفال فكان التوجيه انه يبقون في هذا الهيكل لحين ايجاد مكان بديل لهم اما بالوقت الحاضر نطمن كل الموجودين النازحين انه بقاهم في اماكنهم وعدم تحويلهم الى اي مكان اخر نازحون تقطعت بهم السبل وباقت عليهم الارض بما رحبت واصبحوا مهددين للسكن بالعراء واملهم الوحيد التفاتة من اولي الامر باعادتهم الى مناطقهم وتعويضهم كي يبدأوا حياتهم من جديد لقناة سامرة مصطفى عبد الحميد سامرة